بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لحومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تفكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم لبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يغلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي جك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسلهم أفل ما أنتفتم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤشركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الضاء يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتوجن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائني جهدنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله صلق السماعات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بطلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرجوا لله جميعا فقال الضفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤنون عنا بالعذاب الله من شيء قالوا لو بدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الضع وعدكم وعد الحق ووعستكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن ذعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهما ذعب أليم وعدتنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وقروها في السماء تؤدي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الجنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنما يصلونها وبئت القرار وجعلوا لله أنزادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يحجي يوم لا بين فيه ولا خلال الله الذي قلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسقر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسقر لكم الأنهار وسقر لكم الشمس والقمر دائبين وسقر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما تألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان نظن كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أفغلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لتميع الدواء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دواء ربنا اغفر لي ولوالدي وليمؤمنين يوم يخوه الخساب ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم يوم تشخص فيه الأبصار مفضعين مقنعي رؤوسهم لا يرسد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لا أسكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتب الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزون منه الجبال فلا تحتبن الله مطلف وعده رسله إن الله عزيز ذنتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبردوا لله الواحد القحار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسقاد ترابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجذي الله كل نفس ما كتبت إن الله تريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذتر أول الألجاب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر